بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في يحكى أنا كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج متاحة أغلب فترات الحلقة ممكن ترجعوا لأي محتوى سابق من موضوعاتنا اللي تكلمنا فيها تكتبوا بس اسم الموضوع يحكى أنا دكتور محمد رفعت هيتلع لكم إن شاء الله يعني كم موفير من المعلومات والفيديوهات عن الموضوع اللي انتوا بتسألوا عنه ممكن كمان تسيبوا لنا أسئلتكم وإقتراحتكم وإحنا بنخصص حلقات كاملة للإجابة على أسئلة حضراتكم هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع الحقيقة موضوع بيشغل بال أمهات كتير جدا وآباء كتير جدا جدا يعني بدون مبلغة بدون مبلغة يعني الأطفال بيكونوا بالنسبة للأمهات والأباء يطرى وزنهم كويس يطرى طولهم كويس الطول كمان دخل على الخط دلوقتي بقى فيه ناس كتير قوي الآن كده من موضوع الطول ويقولوا هو الطول ابني هيطلع طويل هيطلع قصير طب أعرف منين ان هو طوله كويس ده بخلاف بقى الكلام عن الأوزان أعرف منين ان وزنه كويس أنا حاسة ان وزنه قليل أنا حاسس انه ضعيف أنا حاسس ان بنتي قليلة في الحجم أنا حاسة ان ابني مش شكل طفل تاني معانا في نفس العيلة والفرق بينهم أسبوعين بس فيه فرق كبير بينهم في الشكل وهكذا علشان كده عايز أقدم لحضراتكم في هذا الجزء من الحلقة معلومات عن أوزان الأطفال المثالية حسب عمرهم وكمان هكلم حضراتكم عن أطوال الأطفال عند سن البلوغ بناء على أطوالهم في السنين الأولى من عمرهم مش هلاخبطكم هنمشي حاجة حاجة هنتكلم عن الأوزان من الولادة لحد نهاية السنة الخامسة بس ايه أوزان ايه؟ المثالية يعني ايه المثالية؟ يعني الأوزان دي اللي موجودة في الكتب الطب موجودة في الكتب الطبية وهتعرفوا دلوقتي بعد ما خلص استعراض للأوزان دي أنه وارد جدا أن يكون فيه اختلافات فهنتكلم عن الأوزان المثالية اوعوا العنوان ده يتوه عنكم أو تنسوه علشان ما حدش يقلق قوي ويقعد يقول ايه؟ أنا ابني طب في العمر ده بس الوزن مش كده هقول لكم دلوقتي ازاي بنعرف وزنه طبيعي ولا لا؟ بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الوزن المثالي وطبعا كلنا بنتمنى أن أبنائنا وبناتنا يكونوا أوزانهم مثالية هنتكلم البداية عن البنات أوكي؟ يعني كل اللي أنا هقوله ده خاص بالبنات مش الأولاد البنات بعد كده هتكلم عن الأولاد وقت الميلاد يعني وقت الولادة بيبقى الوزن المثالي للبنت بيكون 3 كيلو و 400 جرام طبعا وارد جدا أن يكون الوزن ده مختلف لأنه كمان فيه علاقة ما بين وزن الطفل بشكل عام سواء ولد أو بنت عند الولادة وعلاقة ده بعدد أسابيع الحمل لأن فيه أطفال بتتولد بعد رحلة حمل 9 شهور تمام؟ وفيه أطفال بتتولد في أول الشهر التاسع فيه أطفال بتتولد في نص التاسع فيه أطفال بتتولد في السابع فحسب عدد أسابيع الحمل بيحدد وزن الطفل عند الولادة ولكن اللي احنا بنتكلم دلوقتي في الوضع المثالي والناس اللي قدوا فترة حمل 40 أسبوع وتسع اللي هي تسع أشهر قمرية تمام كده؟ الـ 40 أسبوع دول أو الـ 280 يوم بيكون وزن البنت المثالي عند الولادة 3 كيلو و 400 جرام طيب في نهاية الشهر التالت بيكون الوزن المثالي للبنات 5 كيلو و 600 جرام تمام كده؟ عند نهاية الشهر السادس بيكون الوزن المثالي للبنات 6 كيلو و 900 جرام خلوا لكم بقى من الأرقام دي 6 كيلو و 900 جرام يعني 7 كيلو لـ 100 جرام بس طيب عند نهاية الشهر التاسع التاسع انتوا أخدين بالكم ان وحدة القياس هنا بنقيس ايه؟ 3 شهور 6 شهور 9 شهور سنة ليه؟ أولا لأنه الفترة اللي بيكتسب فيها الطفل الوزن بتكون الحد الأدنى عشان نحسب الوزن بيكون 3 شهور في السنة الأولى معنى كده ايه؟ معنى كلامي ايه؟ إن ممنوع بقى ان احنا نقعد نوزن الطفل ده كل أسبوع لا احنا بنوزنه في يعني زي ما بنقول كده بنشوف وزنه بعد نهاية التالت ووزنه بعد نهاية السادس وكذا لأن بيكون فيه فرص للتعويض عشان لو الطفل مثلا محققش في الأسبوع ده أو الأسبوعين دول معدلات الوزن الطبيعية اللي لازم يكتسبها خلال الأسبوع ده فوارد انه يعوض في الأسبوع اللي بعده وارد انه يحصل حاجة اسمها طفرة نمو طفرة نمو يعني تلاقي الطفل بيرضع كتير مثلا بياكل كتير فتلاقيه وزنه زاد شوية بتلاقيه عوضها الأسبوع اللي بعده أو العشر تيام اللي بعدها وزنه انخفض شوية فعشان كده وحدة القياس أو الحد بتاع القياس بتاعنا بيكون بنحسب كل 3 شهور تمام؟ وصلنا عند نهاية الشهر التاسع الوزن المثالي للبنت للأطفال للبنات بيكون في نهاية الشهر التاسع 8 كيلو و700 جرام أما وزن الأطفال البنات عند نهاية السنة الأولى بيكون 9 كيلو و700 جرام 9 كيلو و700 جرام تمام كده؟ بعد كده سواء للبنات أو للأولاد بنحسب الوزن مع نهاية السنة خدتوا بالكم بقى من الفرق يعني في أول سنة بنحسب كل 3 شهور بنحسب وزن الولادة وزن في نهاية الثالث نهاية السادس نهاية التاسع نهاية الشهر الاثنشر اللي هو نهاية السنة الأولى بعد كده بقى لنقول نهاية السنة التانية نهاية السنة التالت وهكذا برة تانية احنا بنكلم على الأوزان المثالية عند نهاية السنة التانية وزن البنات المثالي نهاية السنة التانية بيكون 12 كيلو و 200 جرام تمام؟ عند نهاية السنة التالتة الوزن المثالي للبنت يكون 14 كيلو و 300 جرام عند نهاية السنة الرابعة الوزن المثالي للبنت يكون 16 كيلو و 300 جرام أما عند نهاية السنة الخمسة فالوزن المثالي للبنات يكون 18 كيلو و 300 جرام لو خدتوا بالكوا الأوزان دي اللي احنا بنقول عليها الأوزان المثالية فيها 200 جرام و 300 جرام و 400 جرام وهكذا هي قريبة جدا من حاجة كنت تكلمت حضراتكم قبل كده في حلقات سابقة عنها وحاجة اسمها معادلة الوزن معادلة الوزن دي كنت بتقول إيه؟ العمر بالسنوات في 2 زائد 8 العمر بالسنين في 2 زائد 8 ده بيدينا فكرة عن الوزن المطلوب للطفل أو المفروض عيكون علي الطفل في نهاية كل سنة فلو خدنا مثلاً مثلاً العمر الوزن عند نهاية السنة الأولى العمر بالسنين 1 في 2 ب2 زائد 8 عشرة يبقى الوزن المثالي بيكون في نهاية السنة الأولى 10 كيلو لو خدتوا بالكوا احنا لسه قيل إيه؟ الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى اللي بنتي كام 9 كيلو و 700 جرام فالفرق بيبقى 300 جرام فهمتوا قصدي؟ فبالتالي معادلة الوزن برضو معادلة إلى حد كبير جداً سليمة وفعالة ودي بالنسبة للولاد أو البنات وهكذا طيب احنا قلنا دلوقتي أوزان البنات المثالية في أول خمس سنين من عمره طب الأولاد بيختلفوا؟ آه بيختلفوا ده بيأكلوا نفس الأكل وبيلعبوا نفس اللعب وأحياناً بيبقى فيه توقم ولد وبنت بس فيه اختلافات كده سبحان الله في السيولوجية ما بين الولاد والبنات الولاد بيبقوا أكتر شوية بسيطة وقت الميلاد الوزن المثالي للطفل الولد بيكون 3 كيلو ونص وده زي ما بقول مرة تانية للأطفال اللي مروا بفترة حمل 9 شهور قمرية أو 40 أسبوع من الحمل خلاص عند نهاية الشهر الثالث بيكون وزن الطفل الولد المثالي 5 كيلو و900 جرام عند نهاية الشهر السادس يكون وزن الطفل المثالي 7 كيلو و900 جرام عند نهاية الشهر التاسع أنا بتكلم على مهلي شوية عشان أنا عارف إن اللي بيسمعوني وبيتفرجوا علينا دلوقتي كل واحد بمستني فاكرين زي اللي هو النتائج السنوية العامة زمان بقى كان بتتعامل في الراديو باين أو كده أنا ما حضرتهاش ولا بسمعها أو بشوفها في الأفلال فكل واحد بستني رقم الجلوس بتاعه فكل واحد الوقت يمستني الدور على وزن ابنه أو بنته حسب العمر عند نهاية الشهر التاسع بيكون وزن الطفل الولد المثالي الوزن المثالي بجي الولد المثالي بيكون 9 كيلو و200 جرام أما عند نهاية السنة الأولى فبيكون الوزن المثالي للطفل الولد 10 كيلو و200 جرام فهمتوا بقى أن فيه فرق فيسيولوجي عند البنت كان كام 9 كيلو و700 نهاية السنة الأولى 9 كيلو و700 جرام عند الولد 10 كيلو و200 جرام ألا ده فيه فرق نص كيلو ده فرق فطري الولاد بيبقوا أزيد في الحجم يمكن بقى بعد كده دي بتكون مقدمة للعضلات أو حاجة زي كده بس هتنفترض أنهما بيكلوا نفس الأكل وعاشين مع بعض نفس العيشة وفي نفس البيت وكل حاجة وبيكلوا نفس عدد المعالق بس هتلاقوا فرق في الآخر نص كيلو زيادة لصالح الولد يبقى الوزن الولد الوزن المثالي للأولاد عند نهاية السنة الأولى 10 كيلو و200 جرام الوزن المثالي للأولاد عند نهاية السنة التانية بيكون 12 كيلو و700 جرام عند نهاية السنة التالتة الوزن المثالي بيكون 14 كيلو و700 جرام وعند نهاية السنة الرابعة بيكون الوزن المثالي للأطفال الذكور اللي هم الأولاد 16 كيلو و600 جرام فروق طفيفة بس يعني بتبقى 200 جرام 300 جرام يعني حاجات كده أما عند نهاية السنة الخمسة فبيكون الوزن المثالي للأطفال لما يتموا 5 سنين 18 كيلو ونص يعني 18 كيلو و500 جرام بكلمكم مرة تانية هو عن معادلة الوزن لما نقول مثلا الوزن طفل عمره سنتين يبقى اتنين العمر بالسنين في اتنين زاق التمانية العمر بالسنين اتنين في اتنين اربع زاق التمانية يبقى اتناش فتلاقى اتناشر كيلو اه في فرق هنا حوالي 700 جرام بس هو المعادلة دي زي ما قلتلكم بتدينا فروق تقريبي يعني بتدينا نظرة عامة كده انما لو عايزين بقى بالملي او بالزي ما بنقول كده المثالي هو اللي انا ايه لسه اقيله لحضراتكم طيب فوق الخمس سنين يعني من 6 سنين واحنا طالعين بيتحسب الوزن بطريقة تانية خالص اسمها حساب البادي ماس انديكس او ما يعرف بمؤشر كتلة الجسم ودي بقى اللي بنحسب بيها الوزن من 6 سنين لغاية العمر اللي احنا فيه ايا كان بقى عمرين يعني هي المعادلة دي مش شغالة غير لخمس سنين ايه بقى حساب مؤشر كتلة الجسم ده بنقسم هي عملية قسمة بنقسم وزننا الحالي يعني اهو انت حضراتك طلاعته على الميزان انا بكلم كنتوا بقى كاباقوا ماتوا ثلاثة على الميزان بتحط الوزن فوق يعني بتكتب الوزن فوق وبتقسمه على مربع الطول بالمتر يعني حد مثلا طوله 170 سنتي يبقى 1 و 7 من 10 فيه 1 و 7 من 10 نتيجة الدرب ده يبقى الوزن على مربع الطول بالمتر الله طب وده يطلع علينا ايه هقولكو يطلع علينا ايه لو طلع الرقم اللي هينتج يعني من المعادلة دي الوزن على مربع الطول بالمتر لو طلع ما بين 19 و 24 يبقى الوزن ده طبيعي حلوة دي ما بين 19 و 24 تحت 19 يبقى ده ما يعرف بـ Underweight يبقى ده وزنه منخفض Underweight طيب من 19 إلى 24 لو طلعت النتيجة من 25 خلاص لغاية 30 يبدأ Overweight يبدأ وزنه زايد وزنه زايد هي كده بالزبط وزنه زيادة في الوزن طب لو طلعت النتيجة دي ما بين 30 و 39 لا يبقى اسمها زيادة مفرطة في الوزن لو طلعت فوق 39 يبس ما اسمنا اللي اسمنا المفرطة خلاص طيب يا طارى بقى ايه الفرق ما بين الوزن المثالي اللي انا عمال اقول لكم ارقامه والوزن الطبيعي ها هنطلع لفاصل ونعرف اجابة هذا السؤال وهنعرف بقى معلومات مهمة قوي عن الطول انا عارف ان الطول ده يعني شاغل ناس كتير او مؤخرا كده ناس اتشغلوا قوي بالطول ودي حاجة حلوة فرصة ان احنا نقول لكم معلومات حلوة هنطلع لفاصل ونرجع نكمل يحكى ان لسه متواصل خليكم معنا اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة بدأنا الحلقة وقلنا ان احنا هنقول لحضراتكم معلومات عن اوزان الاطفال المثالية الاولاد والبنات من الولادة والغاية عمر خمس سنين وقلنا ده بكل تفصيل وقلنا ارقام كده كنا يعني في محضرة ارقام فاللي عايز يرجع للارقام بقى يرجع لوسائل التواصل يا فهم معنا احنا كنا بنتكلم فيه وختمنا الجزء الاول بسؤال مهمة اوي قلنا هو فيه ايه الفرق بقى ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي وده دي نقطة مهمة اوي 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 الوزن المثالي هو اللي احنا لسه قلنا عليه ده اللي هو المعدلات والارقام اللي احنا قلنا عليه طبعا ما ايه الوزن الطبيعي الوزن الطبيعي باختصار هو عبارة عن جملة معينة الوزن الطبيعي هو ألا يزيد او يقل ألا يزيد او يقل وزن الطفل عن 25% نقص او زيادة من الوزن المثالي اقولها لكم بطريقة تانية يعني الطفل اذا كان مثلا وزنه المثالي خلاص 10 كيلو حل؟ ربع العشرة كيلو دي كام 25% من العشرة كيلو كام 2 كيلو ونص مفاجأة دي بالنسبة لناس كتير صح كده؟ اذا كان الزيادة او النقص ما تجاوزش 25% يبقى الوزن ده في الاطار الطبيعي يعني برضو بلغة الارقاب لو الطفل وزنه 10 كيلو ده الوزن المثالي خلاص؟ يبقى وزنه الطبيعي يبدأ من 8 ونص من 7 ونص انا قاسف مش 8 ونص 7 ونص خلاص؟ والغاية 12 ونص الله يعني معنى كده ان الطفل اللي وزنه المفروض يبقى 10 كيلو لو وزنه 7 ونص ده مش مريض؟ مش مريض لكن وزنه مش حل هو على بداية الوزن الطبيعي واحنا اتفقنا في بداية كلامنا كلنا بلا استثناء حتى بالفطرة عايزين ولادنا دول احسن ناس في الدنيا احسن حاجة في الدنيا فإنما أنا بقول لكم ايه؟ ان هو امر يتطلب بس التركيز بقى التركيز بقى نشوف بقى رضعته ونشوف بقى ايه المستوى الرضاعة دي اللي مش بتحقق الوزن المثالي وهكذا او بعد كده طب اكله عامل ازاي طب عنده مشاكل في التسنين طب عنده مشاكل في اللسان طب وهكذا يعني ده امر يدعونا الى مزيد من التركيز انما هو الاطار الطبيعي بيبدأ من كده طبعا كل ما كانت يعني مثلا لو الوزن المثالي 10 كيلو بس ابننا او بنتنا طلع 9 كيلو احسن بكتير ما يطلع 8 احسن واخسن لما بدل ما يطلع 7 او 7 ونص تحت بقى 7 ونص لقى يبقى فيه مشكلة فيه انتوا قصدي يبقى المعيار بتاعنا الفرق ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي ان يكون معدل النقص او معدل الزيادة ها ما تجاوزش 25% من الوزن المثالي حلوة دي طيب ندخل بقى الطول اللي هو يعني ما حدش بيتكلم فيه خالص وهو امر مهم بالنسبة لناس كتير قوي بالنسبة لمتوسطات الطول بحسب الاوزان السابقة يعني الاوزان اللي أنا لسه قايلها للولاد او البنات يا ترى المقابل اللي في الطول قد ايه نرجع بقى للبنات يعني كل بنت قلنا في عمرها مثلا بتاع سنة بتاع سنتين وهكذا بفروض يكون قد ايه كوزن هنقول دلوقتي بقى الطول خلاص الوزن الطول المفروض في البنات عند نهاية السنة الاولى يكون 74 سنتي و 2 ملي ده عند البنت تمام وعند الولد 76 سنتي و 3 ملي ده بناء على ايه يا جماعة الاوزان المثالية اللي احنا لسه قيلان خلاص حفزنا طيب عند نهاية السنة التانية الطول المثالي للبنت 85 سنتي و 3 ملي والطول المثالي للولد 86 سنتي و 9 ملي عند نهاية السنة التالتة 93 سنتي عند البنات و 94 سنتي و 2 ملي عند الولاد عند نهاية السنة الرابعة الطول المثالي للبنت بيكون متر و 4 ملي متر و 1 و 4 ملي وعند الاولاد متر و سنتي و 6 ملي يعني 101 سنتي و 6 ملي أما عند نهاية السنة الخمسة فمتوسط الطول عند البنات بيكون كم بقى؟ بيكون عند نهاية السنة الخمسة 107 سنتي و 2 ملي وعند الأولاد بيكون 108 سنتي و 3 ملي تمام كده؟ طيب في اللحظة اللي أنا بكلم فيها حضراتكو دي في حد دلوقتي مش حد واحد بقى فيه آلاف بيقولوا إيه؟ إيه ده؟ إزاي بقى الكلام ده يتحسب بقى بالملي وبالحاجات دي كلها ده؟ ده الطول ده وراسة أقول له طبعا كلام حضرتك أو كلام حضرتك مظبوط 100% الطول يتأثر بالعوامل الوراثية بطريقة رهيبة يعني ما ينفعش أب يميل إلى القصر أو أم تميل إلى قصر القم قصر مش قصر قامة يعني ملحوظ لا يعني أب يبقى قصير بس شوي خلاص؟ ويتوقع إن ابنه أو بنته يطلعوا طوال لا هو الطفل بياخد جينات الطول من الأب أو الأم أو الاتنين صح كده؟ يبقى الأرقام اللي احنا قلناها دلوقتي دي الأرقام الطول المثالية بحسب الأوزان المثالية وهتلاقوا عادة أنه لو الأب والأم مثلا يميلوا إلى الطول ملاش القصر أو يعني هما دي اتنين طوال هتنوصوا تلاقوا ابنهم مش بس يميل للطول هتلاقي ابنهم برضو تجاوز شوية في الوزن عن الأوزان المثالية اللي قلناها طيب هو ممكن يا دكتور تريحنا وتقول لنا كذا ما قلت معادلة الوزن ها يا طرى في معادلة ولا ما فيش الإجابة أيوة خبر مفرح هو والمعادلة جميلة وحفظها سهل وتطبيقها أسهل هي ايه بقى المعادلة؟ إن طول الطفل طول الطفل عند نهاية السنة التانية عند نهاية السنة التانية من عمره ها لما تقسوه بيكون هو نص طوله المتوقع عند البلوغ يعني لو الطفل أو الطفلة مثلا عند نهاية السنة التانية كان طولهم 75 سنتي ما بين 75 سنتي إلى 80 سنتي 75 إلى 80 ده مع نهاية السنة التانية يبقى طولهم أو طولها طول الطفلة أو طول الطفلة عند البلوغ هيكون ما بين متر ونص إلى متر وستين حلوة دي؟ الطول عند نهاية السنة التانية هو نص الطول عند البلوغ نقول مثل التاني إذا كان الطول عند نهاية السنة التانية مثلا من 80 سنطي إلى 85 سنطي فالطول هيكون بين 1.60 سنطي إلى 1.70 سنطي عند البلوغ نقول مثل التالت وأخير إذا كان مثلا الطول عند نهاية السنة التانية 90 سنطي يبقى الطول عند البلوغ هيكون في حدود 1.80 خلاص حلوة المعادلة دي يبقى الطول عند نهاية السنة التانية ده نص الطول اللي هيبقى متوقع إن شاء الله عند البلوغ سواء ولد أو بيت ومرة تانية وثالثة وعشرة ومليون العوامل الوراثية تحدد وتقرر إلى حد كبير جدا جدا شكل طول الطفل مش الوزن الطول بيتأثر جدا بالعوامل الوراثية عارفين كمان الطول بيتأثر بإيه؟ بيتأثر بهرمون النمو يعني أحيانا لما بيبقى فيه مثلا طفل عنده قصر قامة وبابا ومامته مش عندهمش هذه السمة في الطول أول حاجة بنفكر فيها نقول لازم نعمل هرمون نمو مستوى هرمون نمو في الدم عشان نشوف النمو طبيعي ولا لا خلاص؟ ده كان موضوعنا الأولاني في حلقة النهاردة قلنا لحضراتكم معلومات وأرقام عن الأوزان المثالية للأطفال الأولاد والبنات في أول خمس سنين من عمرهم وقلنا الطول المقابل للأوزان المثالية دي خلال برضو الفترة دي الخمس سنين من عمرهم بيكون قد إيه؟ وقلنا الطول بشكل عام نقدر نحسبه إزاي من خلال زي ما قلنا معادلة للوزن قلنا كمان معادلة للطول والمعادلة بتاعة الطول دي سهلة وهتطبقوها هتلاقوها حلوة جدا وكل حد دلوقتي عنده طفل عنده سنتين يقوم يقيسه بالمتر كده بالمزور تمام؟ أو اللي لسه مستني سنتين يستنى بقى وياخد بعد كده النتيجة نص الوزء الطول اللي هيطلع ده اضربوه في اتنين على طول هيبقى ده الطول عند قلب لهم طيب الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة هو عن معلومات عن مرحلة الولادة في ختام رحلة الحمل والحقيقة يعني هي انا في حالة حيرة يعني انا وكل فريق العمل في حالة حيرة بس هي حيرة جميلة الحقيقة يعني هقولكو الحيرة دي يعني ايه سببها الحقيقة يجيلي مثلا على الصفحة او على صفحة البرنامج او يعني حساب يحكى انه او كده نتكلم عن الاطفال الصغارين طيبوص يتلاقوا الامهات والاباء والامهات تحديدا يعني يزعله يقولوا ايه وانتوا ليه مبيجبوش سيرة الاطفال الكبار شوية واللي مجنننا واللي لازم خلي بالنا منهم و بتاعة يعني ما تنسوناش نتكلم عن دول طيبوص تلاقي اللي عندهم اطفال صغارين لسه رضع يزعلهم نتكلم عن الاتنين تلاقي اللي عندهم مراهقين و مراهقات يقولوا انتو نسينا خالص و الكلام ده كله نتكلم عن التلاتة يقوموا الحوامل او الزوجات الحوامل يقولوا يعني هو الحوامل ما لهمش نصيب مع ان احنا عملنا حلقات كاملة عن الحمل عن رحلة الحمل حلقات كاملة ويعني كتير قوي من ناس حمده الله استفادوا منها وعلى قولنا عليها تعليقات إيجابية جدا فاحنا عشان بقى ايه يعني نوزن كده الأمور يبقى بنتكلم في كل حلقة عن موضوعات إن شاء الله متعددة اتكلمنا في أول موضوع زي ما عرفنا في الموضوع ده بقى هنتكلم عن رحلة الحمل بقى ختام رحلة الحمل تمام طيب المتابعة مع طبيب أو طبيبة أمراض النساء والولادة تكون مرة في الشهر خلال الشهر الخامس وخلال الشهر السادس من الحمل ما لم يرى الطبيب ضرورة أخرى يعني ايه يعني حضرتك عندك حاجة معينة تستوجب من الطبيب إنه يشوفك كل أسبوع يبقى الكلام اللي أنا بقوله ده ما ينتبقش على حضرتك إنما في العادي كده في الشهر الخامس وفي الشهر السادس المفروض تروحي للطبيب أو الطبيبة بتوع أمراض النساء والولادة اللي بيتابعوا حملك مرة في الشهر ده المعدل المقبول بالمناسبة تمام طيب في الشهر السابع والشهر الثامن بتكون الزيارة للطبيب مرتين في الشهر يعني بتروحي مرة كل أسبوعين ده في الشهر السابع وفي الشهر الثامن برضو إلا إذا الدكتور أو الدكتورة قالك حاجة تانية أو طلب منك طلب يعني إنك تزوري إنك تروحي أكتر أما بقى في الشهر التاسع من الحمل فبتكون الزيارة للطبيب أو الطبيبة مرة كل أسبوع خلاص 97% خلوا بالكم النسبة 97% من الزوجات الحوامل بيكون وضع الطفل عندهم راسه للأسفل يعني بيكون مهيئ للولادة الطبيعية خلاص برضو الولادة الطبيعية بتحصل إذا كان الطفل نازل بالذراعين أو نازل بالوجه يعني مش بقى بالرأس لا بالوجه صحيح بتاعت الوجه دي بتكون أطول في الوقت بس دي برضو بيكون فيها فرصة للولادة الطبيعية بس هقول لكم كلمة كده عن الموضوع ده لما خلص بس اللي بقوله أما في حالة إذا كان الجنين في وضع المقعدة خلاص الوضع بقى لو قال استعداد الولادة في وضع المقعدة يعني نازل بالعكس مش بدماغه أو إنه في وضع مستعرض فالولادة لازم تكون قيصرية الكلمة بقى المهمة اللي عايز أقولها عن قرار الولادة قرار الولادة هو قرار طبي خالص خالص يعني ما فيهوش أي رأيي لحضرتك ولا لزوجك ولا الكلام ده كله ماينفعش الدكتور يقولك تحبت الولادي طبيعي ولا قيصر ماينفعش كده الدكتور هو اللي بيقرر طريقة الولادة تمام وعايز أقولكم إن فيه أمثلة ممكن يكون الطفل في وضع يعني لما بنشوفه بالموجات فوق الصوتية يكون وضعه إنه مهيأ للولادة الطبيعية تمام بس تلاقي قرار الطبيب أو الطبيبة إنه لازم الولادة تكون قيصرية ده مش تعنت من الطبيب ولا الطبيبة ولا إنه هم مستعجلين ولا إنه هم أصلهم هيكسبوا أكتر من القيصرية بس فيه حالات معينة بتستوجب الولادة القيصرية على الرغم من وجود الطفل فيه وضعية جنينية تسمح له بالولادة الطبيعية زي إيه؟ زي حالات لقدر الله تسمم الحمل زي حالات طباطق نبضات الجنين زي حالات التفاف الحبل السري حوالين عنق الجنين وهكذا فاهمين قصدي؟ في الحالة دي أنا عايز أقول لكم في الحالة دي مش بس لها بقوله قرار الطبيب هو القرار النهائي والوحيد الدكتور ما بياخدش رأي حضرتك أنا آسف يعني لا حضرتك ولا زوج هو بس بيبلغكم إحنا الولادة هتكون ولادة طبيعية أو الولادة هتكون قيصرية أقول لكم على حاجة تانية يا ما فيه ولادات بدأت بمحاولات ولادة طبيعية وبعد فترة محددة يجي الدكتور أو الدكتور يقول خلاص لازم هناولد قيصري لأنه خلاص ما بقاش فيه وقت لمزيد من المحاولات ما بقاش عندنا الرفاهية دي في الوقت لحالة ما بقى عند الجنين أو عند الأم تمام؟ لسه فيه كلام كتير عن المرحلة الأخيرة من مرحلة ختام الحمل والولادة يعني هنطلع للفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم يحكى أنه لسه مكمل خليكم مكملين أنتو كمان أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه اتكلمنا عن الموضوع الأولاني عن أوزان الأطفال المثالية من الولادة وحتى نهاية السنة الخامسة للأولاد والبنات واتكلمنا عن الأطوال المثالية كمان بحسب هذه الأوزان واتكلمنا عن إزاي نعرف طول ابننا أو بنتنا المتوقع عند البلوغ عن طريق معادلة كده مش هقولها بقى اللي عايز يعرفها يرجع لوسائل التواصل واتكلمنا كمان بدأنا الجزء الثاني واتكلمنا عن ختام مرحلة الحمل وهي يعني آخر مرحلة بقى اللي هي بتسبق الولادة وختمنا كلامنا في هذا الجزء قبل الفاصل وقلنا أن قرار نوعية الولادة سواء ولادة قيصرية أو ولادة طبيعية هو قرار طبي خالص مئة في المئة ليس لحضرتك أو لزوجك أي دخل فيه ولكن ده بيكون قرار الدكتور وبيحقق المصلحة القصوى للجنين ولحضرتك طيب إزاي حضرتك كزوجة وأم يعني والكلام بقى لحضرتك والزوجة كمان إزاي تعرفي أنك في حالة ولادة خلاص كده بتعرفي أنك في حالة ولادة في حال وجود انقباضات في الرحم انقباضات محددة ليها مواصفات محددة إيه مواصفات انقباضات الولادة أنا ليه بقول لكم انقباضات الولادة لأن طول الحملة هتلاقي عندك انقباضات كل شوية كده بتحسي بانقباضات وبتقلقي وبتكلمي الدكتور أو بتروحي له أو الدكتورة تقولك لا تطميني أو حتى بتسألي مامتك أو أختك أو حد مر بالتجربة لكن انقباضات الولادة لها مواصفات لا لابسة فيها إيه هي؟ أول هذه المواصفات أنها مؤلمة درجة ألم مش شبه حاجة مرت عليك تاني في الحمل يعني مؤلمة ألم يعني ألم كبير جدا وشكله شكل الألم كمان مختلف تاني سمة من انقباضات الولادة أنها بتكون منتظمة يعني تحسي بيها لو مسكتي كده الستوب ووتش بتاع الموبايل أو الساعة بتتحسب بالملي بالثانية يعني بتتكرر مثلا كل دقيقة بتتكرر كل دقيقة وعشر ثواني بتتكرر كل دقيقة بتتحسي منتظمة خلوا بالكوا قوي من السمة دي أو من الصفة دي وتالت صفة أنها تبدأ من مستوى البطن عند الظهر وتنزل لتحت في اتجاه الحوت الألم أو الانقباضات زي ما قلتلكم مش شبه أي حاجة تاني مش شبه المغص ولا شبه انقباضات أو آلام الدورة الشهرية مثلا خلاص ولا شبه الانقباضات اللي بتظهر في الأسابيع الأخيرة من الحمل لكن انقباضات الولادة زي ما قلتلكم مختلفة ألم أكبر منتظمة منتظمة بالساعة بالثانية يعني وفي حال ظهور هذه الانقباضات لازم التوجه فورا للمستشفى طيب إمتى الدكتور أو الدكتورة في المستشفى أنا بدخلكم بقى جوه دلوقتي كشك الولادة على فكرة محدش كتير يعرف أن المكان الولادة الطبيعي باسمه كشك الولادة خلاص مش عارف ليه اسمه كشك بس هو كشك الولادة دي مكان الولادة الطبيعي الولادة القيصرية بتتم داخل غرفة العمليات مش معنى كده أن الكشك ده زي الكشك الشارع يعني لا بس هو مصطلح طبي مريب وغامض ليه ليه مسامينه كشك معرفش من قديم الأذن يعني حتى بتلاوها مكتوبة كده في المستشفى كشك الولادة طبعا في المستشفى يعني فيه طبعا مستشفى بطالة تكتب الحاجات دي لكن بعض المستشفى عندهم خصوان المستشفى العريقة أو تلاوها مكتوبة ليه أفطى دي إمتى أطباء في مرحلة بقى الولادة يلجأوا إلى ما يعرف بتسهيل عملية الولادة لأ قبل ما نتكلم على الحكاية دي لأ أنا كنت أتكلم على التحفيز فيه حاجة اسمها تسهيل عملية الولادة يعني إيه تسهيل عملية الولادة يعني الدكتور أو الدكتورة في آخر بقى الزيارات خالص هتلاوه بيقولك أو بيقول لحضرتك خدها كده وتمشى شوي أو هيقولك اتحركي في البيت هتقول لك اتحركي عملية يقولك اتحركي هاتي مثلا غيري ترتيب الهدوم هاتي الهدوم من مكان لمكان بس من غير ما تشيلي حاجة هنتقيل هتمشي في البيت حاولي تتمشي جوه البيت هيقول لزوجك إيه خدها كده ونزلوا وتمشوا شوية المشي يسهل عملية الولادة أقولك على حاجة تانية كمان بتسهيل عملية الولادة قوي التورماي الترام بتاع زمان بتاع سكندرية تشال تقريبا الترام ده كل درجة انه كان فيه في جلاسجو في عاصمة سكوتلندا كان عندهم ترام كده شكله أثري وتاريخي جدا كان في فترة من الفترات كده الناس ايه لما تبص على الترام ده تبص على كل اللجوات تحس انهم عارفين انهم حوامل كان ديه نصيحة كده بس ده الكلام ده كان زماني يعني في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كانوا دايما الأطباء يقولوا ايه للزوجة الحامل اركابي الترام ده في جلاسجو اركابي الترام الترام ده بيساعد على تسهيل عملية الولادة حركة الترام ده وهو ماشي تمام بس طبعا ده مش ضروري يعني التمشية او الحركة جوه البيت حلو نيجي بقى للموضوع اللي كنت لسه اقولكو عليه من اهم القرارات الطبية اللي بياخدها الأطباء بقى في مكان الولادة هو تحفيز الولادة كلمة تحفيز الولادة ممكن تكونش كلمة دارجة او معروفة او مفهومة بالنسبة لحضراتكم لكن لما أقولكم تحفيز الولادة هي هي الطلق الصناعي هتفهموا قصدي يعني امتى الأطباء يلجأوا للطلق الصناعي طلق الصناعي ده يعني انه بيأخذ او بيتم اعطاء الام مستحضرات طبية خاصة تساعد على تسريع او تحفيز عملية الولادة من خلال الانقباضات الولادة الطبيعية برضو امتى الأطباء بيلجأوا لده من خير اي لابس لما يكون خطر ان الطفل يفضل في الرحم اكبر من خطر انه يتولد يعني هنا ان الطفل لازم يتولد وجوده جوه الرحم خطر خلاص كده خطر عليه او خطر على الام يبقى ساعتها لابد بنا اللجوء الى تحفيز عملية الولادة او التسريع بعملية الولادة انا بكلم هنا عن مكان الولادة بقى او ما يعرف بتطلق ايه الصناعي الولادة تلت مراحل الولادة الطبيعية تلت مراحل المرحلة الاولى اطول واحدة طويلة فيه امهات مش بتحس حتى بيها في البدايات لانها بتستغرق ساعات بتبدأ بالانقباضات وتنتهي مع فتح عنق الرحم خلاص المفروض لما تحسي او تعرفي انك في المرحلة الاولى من الولادة بتعملي حاجة مهمة جدا بتاخدي نفس عميق مع قدوم الانقباض يعني لما تحسي الانقباض هيبتدي بتاخدي نفس عميق وتكتميل لحظات زي ما انا عملت كده بعدين اخراج النفس مع الدفع الاسفل اكد انك بتدفعي حاجة للاسفل خلاص واتكرري هذا الامر من 3 الى 4 مرات يعني 3 اربع مرات في الانقباضة الوحدة الانقباضة الوحدة دي ممكن تاخد لها مثلا 30 ثانية تاخد لها 40 ثانية تاخد لها دقيقة تاخد لها اكتر من دقيقة عشان اقرب لحضرتكو الصورة بتاعت التدريب اللي انا لسه ايله ده اكيد حضرتكو شفتوا في لقطة في افلام افلام تسجيلية افلام تعليمية افلام سينمائية شفتوا الناس اللي بيقولوا ايه بيحضروا كرصات ولادة او كرصات التدريب على الولاد لدرجة ان فيه اوقات بيزوج بيحضر معاكي او يعني بيكون معاكي في الكرصات دي واحيانا بيكون وانتي في البيت يبتدي وانتي بتعملي كده هو يعمل كده هو كمان قدامك عشان يشجعك او انتي تقلديه يقولك خدي نفس اكتبيه وبعدين نزلي خدي نفس اكتبيه وبعدين نزلي دي من التدريبات المهمة جدا اللي بتساعد على عملية الولادة كل ده احنا لسه نتكلف في المرحلة الاولى انفجار كيس المياه او اللي هو الزام بيقوله في اللغة الشعبية الدرجة الجميلة ان الارنطش خلاص ده بيكون علامة مهمة جدا وعلامة بتسرع بقى جدا الاجراءات وبيكون فيه على فكرة مصاحب للارنطش ده فيه نزيف بسيط بس ما فيش منه خطورة لكن لابد من المعاينة الطبية فورا يعني لازم بقى ازهاب للمستشفى عطول عشان كده انا بقول ايه من شوية اول ما تبتدي تحس بالانقباضات لازم تروحي المستشفى هتقولولي هتقولولي الله طب ما انت لسه بتقول المرحلة قلوليه ده ممكن تاخد ساعات اه الساعات دي وانت بتقضيها في المستشفى غير وانت بتقضيها في البيت خلو بالكم في المستشفى القرارات سريعة والتصرفات سريعة فأول ما تشعوري بالانقباضات دي ابتدي اجهازي وروحي المستشفى وتكوني مجهزة شنطتي ممكن بقى تعملي التدريبات دي وانت راحة في العربية مع زوجك وانت في المستشفى هيقولوليك تعمليها المهم ان دي المرحلة الاولى اللي بتنتهي زي ما قلنا بفتح عنق الرحم المرحلة الثانية من الولادة بتكون من فتح عنق الرحم إلى بداية ولادة المولود ودي بتستغرق ساعة تقريبا في حالة الطفل الأول في حالة الطفل الأول بس يعني لما تكوني أول مرة لما بتكون دي ولادة متكررة بتكون أقل أوي في المدة خلاص بتكون أقل في المدة إذا كانت الولادة متكررة على فكرة في بداية المرحلة الثانية من الولادة بتبتدي الأمهات تشعر يعني كتير منهم يحسوا برعشة وبيحسوا كمان برغبة في التبرز نتيجة عملية الضغط على المستقيم دي كانت المرحلة التانية أما المرحلة التالتة من الولادة من ولادة الطفل بتبدأ من مولد الطفل من خروج الطفل إلى نهاية خروج المشيمة ودي مرحلة بتستغرق دقائق خلاص؟ من أهم الحاجات اللي لازم تكون يعرفاها إن بعد عملية الولادة بعد ما تخلص خالص وحضرتك بقى في الغرفة والكلام ده كله بتبتدي تشعري بآلام بعد الولادة في منطقة الرحم والآلام دي هتلاقوها بتزيد قوي مع الرضاعة الآلام دي أنا بطمن حضرتك وبطمن كل الأمهات إن دي آلام طبيعية الآلام دي بتكون عبارة عن انقباضات بتعكس أو بتفسر محاولات عودة الرحم لوضعه الطبيعي تمام؟ طيب عايز أقول كلمة بس أخيرة عن إن بعض الأطباء بيعرضوا أو بيبلغوا الأمهات يعني إن إحنا ممكن نلجأ إلى التخدير النصفي ده في الولادات القيصرية اللي هو بنسميه الإبيديورل أو في الولادات القيصرية يعني الإبيديورل آمن جداً ما فيهوش أي مشكلة ومسته إنك بتكوني مش بتشعري بملابسات عملية إجراء الجراحة القيصرية خالص لكن بتكوني صحية صحية ده مش حاجة وحشة على فكرة بتكوني صحية وبتكوني بتكلمي الدكتور أو الدكتورة وتجربة الحقيقة بتدت تنتشر جداً جداً وبقى ناس كتيرة قوي يلجأوا إلى الولادة أنا بقول ناس يعني بناء على ترشيحات طبية ابتدوا يلجأوا إلى الإبيديورل أو عملية التخدير النصفي طبعاً ده ما ينفيش إن فيه عمليات ولادة قيصرية بتتم بتخدير كلي أو بتخدير جنرال يعني أو عام وده بيكونش فيه برضو أي خطورة من أي نوع تمام؟ اللي عايز أقوله بس إن فيه زي ما كل حاجة لها موضة أو كل حاجة بتخضع للموضات أو تخضع للتدخلات الغير طبية أو الغير علمية بقى فيه كده بعض الأمهات أو الزوجات يعني يقولوا لما يعرفوا أن أمها يولدوا ولادة قيصرية يبتدوا بقى يقولوا إيه إحنا عايزين نقرر يوم الولادة عشان يبقى مثلاً يوم الولادة يبقى يوم عيد جوازنا أنا وزوجي أو يوم الولادة يكون يوم عيد ميلادي أو يكون مش عارف وهكذا يعني تمام؟ فيه ناس برضو بتفكر بطريقة تانية يعني فيه مثلاً ناس يقولوا إيه أنا عايز أعمل عملية شفط للدهون أثناء عملية الولادة عشان أرجع لوزني على طول مصدر الكلام ده بيكون مين؟ الأمهات أو الزوجات اللي هم بيميلوا إلى يعني تعقيد الأمور أو فلسفة الحاجات شوية الحقيقة أنا عايز أقول كلمة للأطباء بقى اللي بيسمعوا الكلام ده وبين قسين للأسف في بعض الأطباء هم اللي بيوجاروا أو هم اللي بيعرضوا حاجة زي كده يعني هو أولاً طبعاً فيه فرق ما بين اختيار اليوم وفكرة أن أنت تعملي عملية تجميل ما هو عملية الشفط دي تعتبر عملية تجميلية أنا مش ضد ده بس أنا الحقيقة ضد الفوضى أو ضد التسيب بشكل عالي مش أنا مش أنا كمحمد رفع أي دكتور في العالم مش في بلدنا بس لما يسمع الكلام ده ويكون عنده يعني تقدير للمهنة وفهم القواعد المهنة ولأصول المهنة مفروض ما بيقبلش الكلام ده خالص لأن فيه فرق ما بين أن أنت كطبيب أو حضرتك كطبيبة تضع المريض المريضة يعني هنا هي مش مريضة يعني الأم في حالة ارتياح أو أنكوا تكونوا بتجاروهم في كلام فاضي بقى الحقيقة أو في موضة أو في فوضى أو في الكلام ده كل يعني ما ينفعش ما ينفعش الأم أو الزوجة تقول للدكتور أنا عايزة أولد يوم الثلاث ما ينفعش حضرتك تولدي في اليوم المقرر لكي أولادة من الناحية الطبية التاريخ ده هو المناسب لحضرتك وللجنين هو ده التاريخ اللي بيولائم فترة أو نهاية مثلا فترة الحمل أو اللي ماشية مع العمر الجنيني أو هكذا ما ينفعش اللقاء أصلا أنا عايزة أولد يوم 18 في الشهر علشان ده يوم عيد ميلاد مامتي إيه ده إيه دخل الولادة بحاجات زي كده ده يعني تزيد قوي والحقيقة تحميل الأمور فوق طاقتها وأنا بقولك وهو إن ده يعني حاجة مش المفروض الأطباء يجاروا فيها ومش معنى كده الأطباء يكونوا متعسفين أو ده ممتقيل أو كده خالص لكن فعلا دور أساسي للطبيب إنه يضع الأم اللي بتولد دي في حالة راحة نفسية بس مش للدرجات دي لأن دي مش راحة نفسية ولا حتى دلع يعني ده بيبقى حاجة ده ماتقيل حقيقة أو اللي عايزة تعمل عملية شفتة أثناء ليه ليه بنحمل الأمور كده فوق حجبها أولدي بالسلامة وقومي بألف مليون سلامة أنت ومولودك الجميل أو مولودتك الجميلة وعملي بقى نظام غذائي وانزلي وزنك الزائد ده زي ما زاد في مدار تسعة شهور يقل في مدار تسعة شهور بس كده وربنا يا ربي قوم الجميع بالسلامة وتكون لحظة يعني فارقة وفاصلة وذكرى لا تنسى وتكون دايما زكرى جميلة وإن شاء الله مزيد من الزكريات الجميلة داي كلمنا في حلقتنا النهاردة عن موضوعين وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي ونتكلم في موضوعات أخرى حلوة بإذن الله تفيدكم إن شاء الله شوفكم الأسبوع الجاي سلام عليكم